بسم الله الرحمن الرحيم تنفيذاً لتوجيهاتي الصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالن هيان رئيس الدولة حفظه الله اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قراراً برفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبو ظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي بمبلغ يتجاوز 6.6 مليار درهم وذلك حرصاً من سموه على تعزيز المستوى المعيشي والاستقرار المالي والأسري للعائلات المواطنة حيث يستفيد أكثر من 7600 موظف وموظفة إماراتيين في المدارس الحكومية في إمارة أبو ظبي من زيادة المعاش التقاعدي عند دخولهم مرحلة التقاعد